نوخذ البحريني بالذات أو من تريد البحار على السفينة يجب أن يكون صاحب مؤهلات معينة معرفته بالبحر قدرته على العمل لأن النوخذ أو صد البحري ليس دوام حكومة بمعنى من الساعة أو دوام حتى الشركات من السبع صباحاً لأربع عصلاً أو حتى عشر مساءاً ممكن يكون صباحاً مساءاً منتصف الليل يجب أن يكون من يرقب في هذا العمل جاهز أن يتعامل مع هذه الخاصية المحددة لعمل الصد البحري طبعاً هذه حالياً كما قلت في برنامج وتم التوقيع عليه وإن شاء الله خلال الأسبوعين عندما يتم الانتهاء من التوقيع عليه سوف يطرح ويستوعب كل الراقبين في التعلم والتدرب عليه المهنة الغالية فعلاً والمهنة الضرورية يجب أن لا نترك ثرواتنا البحرية لغير أهلها في البحر تحديداً لأنه فعلاً خلال السنوات الماضية تم تدمير البيئة البحرية ربما بنسبة ولا أبالغ بنسبة 90% دمرت البيئة البحرية يمكن أن نؤهل أشخاص ربما خلال شهرين أو ثلاثة أو أربعة واللي يكون على هذا المثال حينها يمكن البدء في تطبيق هذا البرنامج من خلال الأعداد الراغبة والتي لنقول تخرجت من هذا البرنامج أخذت المعلومات كاملة والمعرفة الكاملة والقدرة على العمل وهذه هو أهم شيء صراحة في هذه المهنة